تلميذ سنة الثانية ابتدائي السلام عليكم هذا اختبار الفصل الثالث في مادة التقبيع العلمية سنقوم بحله معا التمهيل الاول اضع علامة في الخانة المناسبة لدينا المادة سائلة او صلبة مادة العصير مادة الملح ومادة العسل نقول ان كانت هذه المادة سائلة او صلبة العصير احسنتم نشغير العصير هي مادة جيد سائلة الملح احسنتم مادة صلبة العصير كذلك نشغل العصير جيد مادة سائلة اذا لدينا العصير والعسل مادة سائلة او جسم سائل والملح مادة صلبة ننتقل الى التمهيل ثاني اربط بين المادة وما يناسبها لدينا الجليد الخشب الشوكولاتة تنصهر بالحرارة لا تنصهر بالحرارة تنصهر بالحرارة معناها المادة تدوب اذا دابت المادة لما نضعها في الحرارة مثلا في الشمس نقول انها تنصهر الا بتدوب نقول لا تنصهر بالحرارة اذا لدينا المواد مادة الاولى هي الجليد اذا وضعنا الجليد في الحرارة هل ينصهر ام لا ينصهر احسنتم الجليد مادة الجليد تنصهر بالحرارة معناها تدوب لما نضعها في الحرارة الخشب اذا وضعنا في الحرارة لا يدوب نقول انه احسنتم مادة الخشب لا تنصهر بالحرارة ننتقل الثالث اذا lah , شوكول storm ينصهر الشوكولطن مثلا في الشمس هذه المادة الخشب لا تنصهر بالحرارة عندما نضع بطل المشارس هذا صحيح أمام الإجابة الصحيحة وخا أمام الإجابة الخاطئة إذا وجدنا الإجابة الصحيحة نكتب صح خاطئة نكتب خا الهواء محقق للأشياء أحيانا ومريق لها أحيانا أخرى الهواء يحقق الأشياء في بعض الحالات ويمنعها من الحركة في أحيان أخرى نأخذ مثلا عالم مرفو فوق البلدية الهواء يحركه إذا الهواء محرك للأشياء أحيانا ومعيق لها أحيانا نأخذ مثلا عصف يطيف السماء بين بعض الحالات الهواء يمنعه أو يعيقه من الحركة لا يسهل له الحركة إذا العبارة صحيحة الهواء محرك في بعض الأحيان ومعيق في بعض الأحيان أخرى إجابة صحيحة يمكن تمزيق الواقع المقوى المتين بسهولة يمكن تمزيق الواقع المقوى المتين بسهولة المتين معناه صعب التمزيق إذا المتين لا يمكن تمزيقه بسهولة أحسنتم خاطئ المتين معناه لا يمزق بسهولة يعني قلنا يمكن تمزيقه بسهولة خاطئ تزداد متانة الجسم كلما ازدادت به الأخاريد متانة الجسم يعني أن الجسم يصبح متين كلما ازدادت كلما كاترت به الأخادل أحسنتم صحيح لأن الأخادل تزيد في متانة الجسم إذا وجد لدينا جسم كترت أو ازدادت به الأخادل يصبح متين أي تزداد المتان تطفو بعض الأجسام فوق سطح الماء أجسام تطفو فوق سطح الماء بسبب لونها تطفو بعض الأجسام بسبب لونها أحسنتم خطأ إنما بسبب شكلها أو خفة وزنها إذا كان وزنها خفيف أو شكلها مناسب فإنها تطفو ليس بسبب لونها نعيد مراجعة للعبارات الهواء محرك للأشياء أحيانا ومعيق لا أحيانا صحيح يمكن أن يكون الهواء محرك أو معيق يمكن تمزيق الواق المقوى المتين بسهولة الواق المتين لا يمكن تمزيقه بسهولة تزداد متانة الجسم كلما ازدادت به الأخادي صحيح كلما ازدادت الأخادي زاد الجسم متانته صحيح تطفو بعض الأجسام فوق الماء فوق سطح الماء ماذا تطفو الأجسام أو لماذا تطفو الأجسام بسبب لونها خاطئ بل بسبب خفة وزنها أو شكلها نتقل إلى التمرين الرابع أكتب الكلمات التالية في مكان الفرع لدينا كلمات أغراض النشر التفكيكي أدوات القطع التركيبي نريد قراءتها أغراض النشر التفكيكي أدوات القطع التركيبي في محيطي أحسنتم بسيطة أدوات بسيطة أدوات بسيطة ومتنوعة نستعملها لأغراض مختلفة نريد قراءة الجملة في محيطي أدوات بسيطة ومتنوعة نستعملها لأغراض مختلفة بعض هذه الأدوات تستعمل لأحسنتم للقطع وكذلك والنشر القطع والنشر يتشابه القطع والنشر والبعض الآخر بعض الأدوات تستعمل في للطاكيبي هو جيد والتفكيك إذن بعض الأدوات نستعملها للقطع والنشر وبعض الأدوات نستعملها من أجل التركيب والتفكيك نريد قراءة الجملة في محيط أدوات بسيطة ومتنوعة نستعملها لأغراض مختلفة هذه كلها أخرى القطع النشر التركيب والتفكيك كلها أخرى مختلفة بعضها للقطع والنشر والبعض الآخر للتركيبي وتفكيك وكذا انتهينا من حل الاختبار لا تنسوا الاشتراك في القناة ودفعي جرس إشعارات ليصلكم الجديد إلى اختبار قادم إن شاء الله والسلام عليكم